لأن النادي الأهلي بيترقب جدا جدا موقف لجنة الاندباط اللي لحد دلوقتي للأمانة لجنة الاندباط كامل الاحترام والتقدير للمستشعرين الموجودين طبعا ما حدش يقدر يقول أي حاجة عليهم كشخصيات محترمة نتكلم كجوانب مهنية أو جانب إدارية لازم يكون فيها قرارات وبعض الملفات المهمة اللازم يتم حسمها ما تعطش بالثلاثة والأربعة والستة شهور فأنا بقول لك معلومة النادي الأهلي متحفص جدا جدا على مشاركة أصلا عدد من لعاب بيرامدز في بطولة كاس مصر اللي هما كانوا مؤسرين في فوز بيرامدز وتتويج الفريق بالبطولة رغم أنهما كانوا اللعيبة دي لابرازهم مروان حمدي تحاولوا لجنة الاندباط ورغم كده فيش حاجة حصلت ورغم كده مفيش جديد مفيش قرار بل أكتر من كده اللعب يشارك أو اللعيبة اللي اشتكوه من النادي الأهلي أنا أفكر كان ساعتها لو أنا أفكر صح يعني مروان حمدي أحمد الشناوي زلاكة أعتقد دول بس أو أعتقد كان فيه حد كمان الشيبي تمام اللعيبة بتشاركه بشكل مؤسر في كاس مصر طيب بيراميدز والأهلي هيلعبوا السوبر المصري اللي هو إمتى؟ خلال الأشهر المقبلة في الإمارات فأنت هتلعب السوبر المصري في شهر عشر فهتلعب السوبر المصري فالأهلي بيقولك الله طبعا هنلعب السوبر المصري وبيراميدز زافريق منافس قوي وفي نفس الوقت فيه لجنة اندباط المفروض تاخد قرارات بخصوص بعض اللعبين اللي احنا اشتكناهم وبناء على الشكوى لجنة اندباط المفروض تاخد قرار لأن موقفهم تحول لجنة الاندباط فالأهلي بيترقب الموقف في هذا الجانب بالتحديد أو في هذا الملف بالتحديد لو ما شايف تبقى للأحداث بالشكل الطبيعي أن يكون فيه قرارات تجاه اللعبين دول فبالتالي مش من المنطق أن هم يستمروا في المشاركة لأن لجنة الاندباط ما بتجتمعش وده برضه أمر غريب أو حتى لو بتجتمع ما فيش قرار حاسم ما فيش قرار حاسم أو ما فيش أصلا قرار فتوقع عزيز المشاهد أن الأهلي بعد مباراة السوبر الإفريقي قد يتحرك في هذا الجانب وكل شيء وارد كل شيء وارد الأهلي ممكن يعترض ممكن يشتكي يروح بقى للفيفا ما عرفش ممكن يعمل إيه ما عنديش معلومة بيحاول دايما يكون دقيق مع حضرتك ما عنديش معلومة في حتة الأهلي حيتحرك إزاي أو أي خطواته اللي حياخدها لو ما فيش قرار من لجنة الاندباط لكن المؤكد أن الأهلي يتركب الموقف ده وقد يتحرك فيه عدد من الاتجاهات لو ما فيش قرارات في هذا الملف ترجمة نانسي قنقر